اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعدادي مع درس جديد من دروس بانت علوم تحت اشراف ورعاية وزارة البيئة التعليم النهاردة حلقة جديدة وهنتكلم فيها عن ظاهرتين بيحصلوا للضوء ظاهرة اسمها ظاهرة انعكاس الضوء وانكسار الضوء دي الحلقات اللي جاية هناخد اهم ظاهرتين يحصلوا للضوء الانعكاس والانكسار طيب النهاردة هناخد ايه النهاردة هناخد ايه نعكاس الضوء يا تارى ايه هو انعكاس الضوء وهل لي قوانين وهل الكوانين دية عليها مسألة ولا لا ده لنرف حلقتنا النهاردة ايه هو انعكاس الضوء وايه القوانين بتاعته والمسألة شكلها يكون ايه يلا بينا نشوف انعكاس الضوء زي ما قلت في المقدمة ان الضوء بيحصل له ظاهرة ايه ظاهرة اسمها ظاهرة انعكاس الضوء وظاهرة اسمها ظاهرة انكسار الضوء طيب هل الدوء بمزاجه يحصل له اي ظاهرة من دول ولا ليها شروط طبعا ليها شروط الدوء عشان ينعكس ليه شرط والحسن يحصل له عامية انكسار برضو ليه شرط تعال كده مع بعضينا زي ما قلت درسينا النهاردة وانعكاس وانكسار الدوء والنهاردة هنتناول الجزء الاول من انعكاس الضوء والانكسار ان شاء الله يكون في الحلقات اللي جاي بس زي ما تعودنا دايما ودي حاجة لايت استحسان كبير جدا جدا متطلبة ان احنا قبل ما نبدأ في درسنا الجديد لازم نراجع على بعض النقاط المهمة اللي درسناها في الحلقات اللي فاتت تعالوا نشوف النهاردة اخترتلكو ايه نراجعوا مع بعضين طاقة الفتون طاقة الفتون دي كانت موجودة فين كانت موجودة في طبيعة الضوء درس طبيعة الضوء بالتحديد عند العالم ماكس بلانك اللي قال ساعتها ان طاقة الفتون تعتمد على طب نسيها طب فاكر القانون ايوة طاقة الفتون تساوي سابب بلانك في التردد سابب بلانك في التردد طب انت جاوبت خلاص اهو طاقة الفتون تعتمد على التردد ما المقصود بالضوء المرقي احنا قلنا يا جماعة ان هناك ضوء مرقي وزي ما برضو خدنا في الصوت هناك صوت مسموع فالضوء المرقي لما جينا عرفناه كان اول حاجة لالي قال لنا موجة كارو منصية مستعرضة وده يدل على انواع عن موجات دي وكما ان اداني الطول الموجة بتاعه فاكر راكم كان كام تلتمية وتمانين لسبعمائة لسبعمائة ايه بقى ها ميلي متر لا مايكرو متر لا نانو متر واحد فعشرة السليب تسعة من المتر يبقى الضوء المرقي هو عبارة عن موجات قارو مناطسية مستعرضة طولها الموجة من كام لكام من تلتمية وتمانين الى سبعمائة نانو متر كده اعتقد انت افتقرت تعريف الضوء المرقي مستمرين ما هو النانو متر والميلي متر والمايكرو متر بعد ازرها مصر هي دي كانت محدات ايه دي كانت محدات الطول الموجة اه خصاص حركة موجية تمام طب يا مصر الطول الموج لو جان بلنانو انا قلت Dodge من شوية اضرب عشرة عسل ساليب تسعة طب يا مصر لو اقنال بالمايكرو اضرب عشرة عسل ساليب ستة طب لو جان بالميلي عشرة عسل ساليب ثلاثة طب يا مصر بعد ازنك في المسائل ينفع سبها زي ما هي بالنانو والمايكرو والميلي ممنوع انا قلت هو ممنوع تتحول للمتر تتحول للمتر وما ياتص صعبة انا قلتلك هي عشرة مسلة سلب تسعة. عشرة مسلة ستة. عشرة مسلة تلاتة. وبعد كده اشتغل عادي بكوانين كيف بيش اي مشكلة. تمام؟ اقولك حاجة كمان. في النواة بقولك الطول موجهة للاتوال دي. يبقى انت عارف المسلس الاستخدامه. مسلس تي عين لام. هو ده المسلس انا اشتغل به. من تكون مستوى شده الصوت? انا قلتلك ده في درس مين بالظبط خصائص الصوت في حتة بتاعت شدة الصوت. قلت لك دي تلاقيها موجودة ببعض الموبايلات مستوى شدة الصوت. دي معناها ان سيادتك دخلت في حد الضوضاء. هو ده الضوضاء. مستوى شدة الصوت. النغمة التوافقية دي فين فكرنا فيها? من خصائص الصوت. فين بالتحديد? ده اه فيه نوع الصوت. فيه نوع الصوت. طيب. نوع الصوت احنا قلنا خاصية تميز بها الاظن الاصوات من حيثه طبيعة المصدر. طب اعلقت النغمة التوافقية دي فكرنا بها. فاكر لما قلت لك اختلاف صوت الالات الموسيقية من النغمة الاخرى. قلت لي السبب النغمة التوافقية. طب فاكرة كانت مصاحبة المين? كان المصاحبة الاساسية. طب فاكرة صفاتها ايه? هي نغمة تصاحب النغمة الاساسية. كمل. وتكون اعلى درجة واقل شدة منها. من مين? من الاساسية. هي دي السبب اختلاف الاصوات. مستمرين مع اسئلة المراجعة والسجاع بعض المعلومات الهمة. اللي تمها دراستها. ايه الفرق بين درجة صوت وشدة صوت? درجة صوت خاصية تميز بها الاظن الصوت حاد او غليز. اما الشدة شدة يبقى تميز ازا كان الصوت قوي او ضعيف. طب ونوع الصوت خاصية تميز بها الاظن من حيثه طبيعة المصدر. حتى لو تساوى في الدرجة والشدة. قانون عدد دورات عجل الصفار. عجل الصفار بتاع تعيين تردد نغمة مجهولة. عجل الصفار بتاعة التروس المختلفين في الاسنان. فاكر قانون عدد الدورات ايه فاكره. عدد الدورات هقسم على عدد الاسنان. طب وفوق التردد في الزمن. هو ده قانون عدد دورات. حبيت افكرك به. فكرة. من افكار المسألة اتعرضنا لها. ايه جملة? التضاغط والتخلق للازي يليه ويذكر للرقم. بعد ازا حضرتك. لو لقيت التضاغط والتخلق للازي يليه وادا لك الرقم اضربه في اتنين. اضربه في اتنين. ويبقى مبروك لك الطول الموجي. مبروك لك الطول الموجي. انت عملت دور عليه في المسألة. هو فين? هو مستخبي في الجملة دي. التضاغط والتخلق للازي يليه ورحمة دين الرقم اللي موجود. اضرب الرقم في اتنين حصلت على الطول الموجي على طول. انزل بمسلس تيه عين لام. تيه عين لام. واشتغل. ما فيش اي مشكلة خالص بالنسبة له. هو فكرة المسألة كلها فين? ان الطول الموجي مستخبي ورا الجملة دي. فكرة التضاغط الخلق اللازي يليه. ميت متر. الطول الموجي كام? اضرب في اتنين. اتنين في مية بمتين. طيب بعد ازا حضرك عينيك برضو على على الصنط والمتر. اوع. اوع تتخم. عينيك على الصنط والمتر. متر. تمام. صنط عندك الحل. ايه الحل? اقسم على مية. اوع تنسى. الصنط دوت لو لقيته مسألة. ازاي تتعامل معا. ما امية عجل الصفار? عجل الصفار اهميتها تعيين تردد نغمة مجهولة بمعلومية مين? عدد الاسنان وعدد الدورات. دي ايه كانت المراجعة على بعض النقاط. وزي ما قلت لك كل حلقة. هنراجع على اجزاء قديمة درسناها. عشان سيادتك دايما تبقى حاضر معانا. ومعاك القديم وما كمان معاك المستقبل. تعالي بانشوف سؤالنا النهاردة علاقته ايه بدرسنا. هلنظرت الى صورة مياه متجمعة بعد سكوت امر امطار انت دوت فيه امطار عصرك وفيه مية قدام منزلك. بصيت في المية هتلاقي ايه? هتلاقي صورتك. طب الصورة دي جات من اين? جات من ظاهرة حصلت اسمها ظاهرة انعكاس الضوء. بلاش? لو بصيت في المراية هتلاقي برضو صورة ليك. جات من اين المراية قصت عاكسة تعكس الضوء. يبقى هنا فيه ظاهرة اسمها ظاهرة انعكاس الضوء. طب السؤال بقى ايه بقى كسة انعكاس الضوء. وازاي انعكس. تعال بعد ازا حالك كده نشرح مثال بسيط. حضرتك رايح مشوار تشتري حاجة. في الاتجاه الامام مسلا. رحت وليه ايه دك رجعت. الجوعة ده اسمه انعكاس. انت عكس اتجاهك ليه? انت مش كنت ماشي الامام. ايه اللي رجعت? فانت رديت عليها قلتلي رجعت لقيت المحل اللي انا كنت رايحة تشرب عنده مقفوظ. طيب. قرب شوية المسال بتاعي بقى. الضوء. الضوء متجه الامام. خط انتشاره الامام. شوية. ولقيت الضوء رجعت. الله. ايه اللي رجعت? ارتدت ليه ضوء? قال لي يا مصر قابلت سطح عاكس فرجعني. اللي رجع الضوء سطح عكس. عشان كده لما يجي يقولك ما هو انعكاس الضوء? ارتداد. وارتداد ده يعني رجوها. لما لكم ارتدوا يعني ارتدوا. ارجعوا. فالضوء اللي رجعوا ان هو قابل سطح عاكس. هو ده انعكاس الضوء. ارتداد الضوء. ارتد الفن يا مصر. الى نفس جهة السكوت. الجيه اللي كان جاي منها. انا كنت ماشي كده. ابس العاكس هرجع للجيه اللي انا كنت جاي منها. طب ايه اللي رجعك? قال لي لما قابلت سطح ايه? عاكس. عشان كده دايما بقولك لازم تفهم تعريفاتك. لازم تحفظ. احفظ مع فيه. احفظ مع فيه? عمرك ما تنسى. يبقى مصر انعكاس الضوء. ارتداد الضوء. ارتد. طب ايه اللي رجعه? عندما يقابل سطح عاكس. او ارتعريب انعكاس الضوء. ارتداد الضوء الى نفس جهة السكوت. ايه اللي رجعت? قال عندما يقابل سطح عكس. ده انعكاس الضوء. وديلوقتي هنتوجل البرد ونشوف بقى. ايه يا هو انعكاس الضوء? شكله ازاي? ازاي انعكس؟ هل في مفاهيم علمية مرتبطة وز spells انعكاس الضوء ويا طرأ شكلها ايه المفاهيم دي? وهنحفظ ه ازاي. ده نعرفه بعد شوية بوز الضغط عالبورد. ايه هي مفاهيم انعكاس الضوء? يلا بAT. يلا ب awareness بها نشوف ايه هي مفاهيم انعكاس الضوء? وشكل ازاي? والرسمات بتاعته هتتحل ازاي? يلا بينا. رسم توضيعي لانعكاس الضوء وخليك معايا. عشان خاطر ان تطلع من التعريف ده المفاهيم اللي احنا عايزينه. دوت سطح عاكس. شو بنعمله ازاي? خطوط كده. تمام. ده الضوء. ايه اللي جاي متكشاف مسلا? طب الدوء ده رايح يسقط على السطح. مين العكس? بقوله انت مين? قال انا شعاع ضوئي. رايح اسقط. رايح عالسطح العكس. قلطولي بس يا باشا. هو انت رايح تسقط? قال لي اه. قلطولي انت شعاع ضوئي ساقط. ياه. شوف التسمية جات ازاي? جات ساقط ليه? لان انت كده شعاع. مجموعة من الضوء. اشعة ضوئية رايحة عالسطح العكس. تمام? خبطت في السطح العكس ولمسته. النقطة دي. النقطة دي اسمها نقطة السكوت. طب ليس يا متى نقطة السكوت? هي دي النقطة. اللي اول منزلة الاشعة الضوئية لمست فيها السطح العكس. تمام يا مصر? احنا قلنا لما تقابل صدح عكس ترتد. ترتد يعني ترجع. طب يلا نرجع بقى. بسألو. عرفنا بنفسك. قال لي انا الشعاع اللي انعكس. قلت له شكرا. انا اسميك شعاع ضوئي منعكس. ياه. يبقى شوف التسمية جات منين? انت ريح تسقط? اه شعاع ضوئي ساقط. طب سيادتك شعاع ضوءي منعكس. طب ممكن يا مصر بقى لك تعريفه? تعريف ايه? الشعاع الضوء الساقط ده? ده خط مستقيم قدام عينيك. خط مستقيم. يمثل ايه يا مصر خط ده? اشعة ضوئية ساقطة. ساقطة على مين? ساقطة على السطح العكس. في التحديد عند نقطة السكوت. قول تاني. قول تاني بعد اذنك ونعنينا عن رسمة. يا شعاع يا ضوء يا ساقط. انت عبارة عن ايه? قال لنا خط مستقيم. وعجبني كلمة خط مستقيم لانا الدقيق بخطوط مستقيم. يعني الراجل فعلا بيقول تعريف بقيد جدا. طب خط المستقيم بتمثل ايه? قال لي امثل اشعة ضوئية ساقطة. ساقطة على مين? قال لي ساقطة على السطح العكس. قلت له بين بالزبط? قال لي عندي نقطة السكوت. قلت له شكرا قطر خيرك. نروح مع المين? في الشعاعاع ده ومنعكس. وانت يا منعكس. قال لي انا خط مستقيم. برضك? قال لي ايه. خط مستقيم. امثل حزمة ضوئية وقفت. ومستنش فيقول ايه? حزمة ضوئية واشعة ضوئية مرتدة. ياه. شوف قال كلمة ايه? مرتدة. طب ارجع شوية كده لتعريف انعكاس الضوء. ارتداد الضوء. ارتداد ومرتدة. ياه. التعريف منعكس. خط مستقيم يمثل. حزمة ضوئية. اشعة ضوئية. ملء مرتدة. من اين? يا مستر من نفس النقطة. من نقطة السكوت. ياه. هو ده تعريفين? هي دي المفايين. هي دي المفايين. شوية. ولقيت واحد قال لي بعد ياسدك ممكن نعمل عمل كده. الطول عمل ده اسمه ايه? قال لي عمود مقام. وبرضه عندي مين? عنده نقطة السكوت دي. اول ما عمل عمود المقام يا جماعة. ظهرت زاويتين. ادي زاوية وادي زاوية. شفت الزاويتين نظهروا? جالي فضول. كان معايا المنقلة. ويست الزاوية دي. العلاج اكس ديك والزاوية دي. لقيت يا جماعة بعد ما عملت التجربة دي باستخدام سطح عاكس ومصدر للدوق والكلام ده كل. ومنقلة. لقيت دايما الزاوية دي. شايف اهي انا عملها بداية ايه? بتسوي الزاوية دي. سألت. ما اسمك يا زاوية وما اسمك يا زاوية التانية. قالت لي اسم الزاوية على اسم شعاعها. ايه? اسم الزاوية على اسم شعاعها. قلت لها ازاي? قلت لها الزاوية دي. جات من اين? قلت لها جات من الشعاع الساقط والعمود المقام. قالت لي الزاوية دي اسمها زاوية سكوت. طب والتانية قطيتلي هول انا بقى طب اهيتل قول اسم الزوية على اسم الشوعها. طب ممتاز. قلتلي الزوية دي اسمها زوية انعكاس وبيزاوي بعض. انا عمل اقول زوية السقوت تساوي زوية انعكاس. لقيت واحد بيناجيه بيقولي خلوابالك ده القانون الاول لانعكاس. قانون الاول زاوية السقوط بتسوي زاوية الانعكاس وعليها مساكتها نشوفها لعد شوية طيب عايز اعرف زاوية السقوط من الرسمة زاوية السقوط ايه الزاوية المعصورة بين مين الشعاع الضوء الساقط والعمود المقام من هم بالتحديد من نقطة السقوط طيب عايز اعرف زاوية الانعكاس الزاوية المعصورة بين مين هم الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط شفت? طي بقول لك حاجة. هقبودك حظة تعريف الشوعة بالضوء الساقت حتغير كلمه كسبت الشوعة الدوء المناكس. ه teenagers cost زوج السكوت هتشيل كلمة. زوج الناكاس لنا كده يا مصر زوج السكوت zoals المحصورة بين ها الشوعة الضوء الساقت والعمود المقام من السكوت. ريسمك الزوجنا كلمة ايه شلنا كلمة السكوت وحباش عطينا كلمة انعكاس او غيرنا اسم الشعاع فاتغير اسم الزوي اما خط الشعاع الضوء الساقط خط مستقيم يمثل حزمة ضوئية ساقطة التاني خط مستقيم يمثل حزمة ضوئية مرتدة شبت هي دي هو ده التعريفات هي دي المفاهم وخلي بالك وانا باش عفاهم قلت لك في قانون اول بيقول ايه قانون اول زوية السقوط بتسوي زوية انعكاس حاجة كمان لو سياتك بسيتها على الرسمة كويس هتلاقي ان الشعاع الضوء الساقط اهو والشعاع الضوء المنعكس اهو والعمود المقام اهو كلهم على مستقى واحد قصدوا مين السطح العكس وكمان عمودي عليك وده سموه القانون التاني وهنقوله ده بالتفصيل مع بعضين نشوف كده الشعاع الضوء الساقط خط مستقيم كمل يمثل اتجاه انتشار موجة ضوئية ما لا انت ايه انا ساقط يبقى ساقط على السطح العكس عنده نقطة السقوط طيب نشوف باللي بعد شعاع الضوء منعكس ايه تعريب خط مستقيم ومس اتجاه انتشار موجة خليك حد بقى ايه منعكسة عشان كي مش عاديك تستعجز انت اتجاه انتشار موجة ايه ساقطة ولا منعكس عشان اكتب التعريف صح شعاع الضوء ساقط او شعاع ضوء منعكس نكمل تعرفات اللي شرحناها من شوية الزاوية والمعكس مقام. اذا لازو اتناعكات. عضو منعكس وعمود مقام. ازا يمعصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام. طيب نشوف التانية كده. الزا محصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام. طيب نشوف سؤال. ما معنى قولنا? يا جماعة احنا قلنا. خلي استراتيجيتك في حل يسؤال ما معنى قولنا. صاحب الرقم الواحد. صاحب الرقم الواحد. هو تعريف. وخلي برضو طريقتك لو جال ما معنا قولنا في رقمين فما معنا قولنا سكوت 40 يبقى نكتب تعريف زود سكوت يبقى هي الزوية المحصورة بين الشعاع الصاك والعمود المقام من نوع السكوت كل انت عم تقول التعريف على فكرة في الاخر تساوي الى 40 اوراق قانون الانعكاس انا قلت القانون اولا بيقول زودة السكوت وساوي زودة انعكاس وده على مسائل القانون التاني بيقول لك ان الشعاع المنعكس والعمود المقام كلهم. على ايه? ده القانون التاني للانعكاس. والقانون التاني لانعكاس على فكرة بيجينا اكتب نص القانون. يعني ما جيناش مصطلح علمي. ليه لانه طويل وكبير. وهياخد مساح واردة الاسئلة. يبقى هنا. شعاع ده وصاكت. شعاع ده ومناعكس. عمود مقام. انا عايز اعطي القانون الانعكاس ده. كأنك بتقول كل المعلومات عن انعكاس الضوء. شفتوا شعضوا يساقط. شعضوا من عكس. عمود مقام. ملهم. كلهم. جميعهم. على مستوى واحد. وعمودي على السطح العكس. تعالى نشوف بعض المسائل اللي بنحدث فيها زود السقوط والانعكاس. اول حاجة اوضع بالنسب سقوط شعاع عمودي. على سطح عكس. بصوا معين. ادي السطح العكس. اذا انت شايفينه. وادي شعاع سقط عمودي. اقول لك يتعكس ازاي? قعدت تفكر يمين شمال. الناس يقول لا يجي الناحية دي يمين. الناس يجي شمال. لا يا حبيب. هذا الشعاع ينعكس على نفسه. اذا سقط الشعاع عمودي ينعكس على نفسه. ليه? لان زود السقوط وزود الانعكاس بالسطح وصف. واحد يقول لها مسلا ما الزاوية هي تسعين. اقول لك لا. طب ادينا واحدة كده يا مستر. بص على دي. غريبة جدا دي. ده كم شعاع? اتنين. الاولاني ده على نفسه. التاني عمود مقام. وطلعه كده. كده عادي. نكمل. سؤال تاني بيقول ما معنى قولنا زود السقوط صفر? هنا بقى يا مستر. هقول التعريف والرقم? اقول لك لا. اذا جلنا ما معنى قولنا صفر تحلو على انه متى يحدث? ايه ده? ما معنى قولنا مرة مسال برقمين? لو رقم صحيح او عادي. تعريفه رقم. لكن لما يقول لك صفر حلو على انه ما معنى حلو على انه ماذا يحدث? ما معنى قولنا زود السقوط صفر? متى تكون زود السقوط صفر? هي دي الاجابة بقى. شوف الاجابة? عندما يفكر الشعاع عمودي وينعكس على مين? على نفسه. ناخد برضو شوية اسئلة للمسارات الاشعة. بيجينا رسمة زي كده. ويقول لك الزاوية دي تلاتين درجة. كمل للمسار وقول لزاوية كام? بسيطة جدا. هي جاية كده انا عكس انا كده. طب يا مستر الزاوية كام? حرام عليك ما زود السقوط. نسوي زود الانعكاس. لو دي تلاتين تبقى دي تلاتين. ما فيهاش اي حاجة. كمل المسار وحك نفس الزاوية اللي موجودة. برضو كمل المسار. بس اغير رسمة بقى. هجيب لك الشوع كده. ودي ستين درجة. ودي السطح العاكس. فانت عادي جدا تكمل رسمتك. حط العمود المقام عادي. طلع الشوع المنعكس عادي. الله يا مستر ما فيهز زاوية. اقول لك بعد ازنك. يا الحتة دي بكام? تقول لك مستر الحتة دي بتسعين. اقول لك ممتاز. تسعين. خدنا منها ستين. يبقى الحتة دي بكام? يقول لي الحتة دي بتلاتين. اقول له كويس. طب ما دي ايا دي. يبقى دي برضو بكام بتلاتين. يبقى لو الزاوية انا جات في الاعدتة دي. بعد ازن حضلك. اطرح. مية تسعين. مية الاخر. اقول لك حاجة تاني. كملت الرسمة. وملاقيتش حاجة هنا وهنا. اهو. جيت اكمل الرسمة كده اهو. مسلا دي تلاتين. وملاقيتش حاجة مكتوبة هنا وهنا. عادي جدا. ايه مشكلة? يا بتطرح من التسعين. ايه التلاتين. لما تسعين اطرحة من الستين. من التسعين. تطلع دي كام? ستين. وتطلع دي ستين. سؤال البعض. برضو رسمة تانية. جات لنا كده. ودي رسمة اوائل بقى. دي كام تلاتين درجة. وده سطح عاكس الف. وده سطح عاكس بي. بيقول لي كمل الشعاع. عادي جدا. هنزل كده. ايه دي شعاع. اعمل عمود مقام. اطلع الناحية التانية. هي ده شعاع. دي كام? تلاتين. يبقى دي برضو تلاتين. ليه زود سقوط? زود زود نحية كاس. دوت حرف الزد. احنا هنا حرف الزد. يبقى الزاوية دي. يبقى الزاوية دي بالتبادل. يبقى دي برضو بتلاتين. طب دي كلها تسعين. كويس جدا. اطرحة التسعين من التلاتين. يبقى دي ستين. ودي ستين. طيب. بص عليها مرة. وعيدها تاني. عا في الحلقة. مرة واتنين وتلاتة. انا سكتهمتها. تمام? وهنعيدها تاني في حلقات تانية. دلوقتي. هنشوف فيديو. من بنك المعرفة. بيشرعناها شوية افكار من المسائل اللي هنستأخذنا من شوية. اللي هكمل مصاري الأشعة. وقول الزاوية. بكام? نتفرج على الفيديو ونرجع تاني. نتكلم ونكمل درسات. وعند انعكاسه الى قانوني الانعكاس في الضوء. عليك مراجعتهما اولا. ثم ابدأ في التدريب. فعندما تكون جاهزا. قم بسحب رقم الزاوية الى الصورة الصحيحة لها. رائع. زاوية الانعكاس تساوي صفر. لان الشعاع الساقط عمودي على سطح الانعكاس. احسنت. زاوية السقوط تساوي ثلاثين درجة. لان الزاوية المتممة لها ستون درجة. فنجد ان زاوية السقوط هي الزاوية بين الشعاع الساقط. محاولة صحيحة. زاوية الانعكاس تساوي أربعا وثلاثين درجة. لان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. ممتاز. زاوية الانعكاس تساوي خمسا وعشرين درجة. لان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. احسنت. لقد اصبحت قادرا على ايجاد الزاوية الصحيحة. الآن يمكنك إيجاد المزيد من الأمثلة بالبحث على شبكة الإنترنت بعد وشفنا الفيديو تعال نشوف بقى إيه الأسئلة الثانية الخاصة بدرسنا النهاردة ممكن تحلها مع بعضين أول سؤال أكمل إذا كانت الزاوية المحصورة بين شععين الزاوية بين شععين طبعا أما قولك الزاوية بين شععين ياريت لما ترسمها هادي الشععين لهم كم مئة وعشرين قوله أنت عايز إيه أنا عايز الزاوية دي أو الزاوية دي قوله باشا الزاوية دي تقسم على اتنين مئة وعشرين على اتنين يبقى فيها الستين سؤال البعض الشعاع السقط عمودية أني نعكس على نفسه ليه لأن الشعاع نعكس على نفسه لأن زاوية السقوط وزاوية الانعكاس بالسوصف السؤال اللي بعده ما نص القانون الأول كنا هو كان بيقول إيه زاوية السقوط تساوية زاوية الانعكاس أكمل المصار الرسمي التالي يلا يا جماعة نكملها أربعين درجة يلا نكملها إزاي الشعاع يجي الناحية التانية أخد إيا إياه لا أطرحها من التسعين تطلع دي خمسين تطلع دي خمسين دي إعادة لمسألة خدناها من شوية لو كنت ناسي أفكرك الفاكر هنشتغلين فيها على طول إيه أمية الموجات الفوق سماعية نقول موجات الفوق سماعية تردودة أكتر من عشرين ألف هرتز أو عشرين كيلو هرتز كان لإعدة أهميات في مجال الحروب اتكشف عن الألغام في مجال الصناعة تعقيم المواد الغذائية والألبان لديها قدرة على قتل الجرسي ووقف نموها أما في مجال الطب تفتيت الحصوات وتشخيص بعض الأورام السرطانية وتشخيص تضخم غضة البرستاتة كل دي من تفتيت حصوات الكيلة كل دي من أهميات الموجات الفوق سماعية وبكده يبقى إحنا انتهينا النهاردة من حلقتنا والجزء الأول من إنعكاس الضوء أتمنى من طلابنا كلهم يكونوا يستفادوا من حلقة النهاردة تفرج عليها مرة واثنين وثلاثة وما تقلقش كل الرسمان الثالثة النهاردة هتتعاد تاني بحلقة الجاية شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة